السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحاب الغر المايمين. ازاكم مية سنتانة ابتداء اعملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نحل مع بعض تمرين الوحدة التمنى. طبعا الوحدة التمنى نزلت معاكم. تلخيص لها آآ كل الكلمات كل الجرامر كل الحاجات المهمة نزلت الحمد لله في الواحدة ده رقم تمانية. فالنهاردة ان شاء الله الدور بقى على ايه? ان احنا نحل تمرين الوحدة التمنى لان احنا قلنا الحل او آآ حل الوحدة كلها هيكون في فيديو تاني الوحدة. فالنهاردة ان شاء الله الدور على الوحدة التمنى. فتعالوا نبدأ نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. طبعا احنا الوحدة التمنى اخدنا فيها آآ اللي هو محل العدوات المكتبية واخدنا بقى حاجات كتير. هنبدأ هنا آآ جزء ده بسيبو لكم انتم تكتبوه بخط جميل عشان خطنا يبقى حلو. طيب هنا بقى تمرين على الدرس الاول. هنقرب الكاميرا ونبدأ نحل مع بعض. اول سؤال معانا هي صنع تانية بيقول ايه? وانت المفروض ان انت هتاخد كلمتين من دول وتحطوهم مكان النقط. تمام? في كلمة تانية احنا مش عايزينها. طيب نبدأ مع بعض. انجي ويورا. انجي بتسأل بتقول ايه? يعني هل يوجد اي معلمات? طيب ما انا عندي هنا جمعة. فتيجي معها مين? لان احنا اخدنا السؤال بار در واز در. وقلنا از مع المفروض. طيب هنا قالت لها ياس ولا نو? هنا ذير ار. لو هنا فيه ان ابوستروفتي كنت هقولك نو. لان احنا دايما مع النوب نحط ان ابوستروفتي اللي هي ناط. اما هنا مفيش يبقى ده يبقى هنجوب ياس. تمام? بس كده. هنا بقى هتكمل الحروف النقصة. عندنا هنا نقصة حرف الاو. اهي. طيب اولها ار. اخيرها ار في النص والاعلام الجافة اسمها تمام كده? طيب. هنا بقى هنوصل. عندنا اول حاجة اللي هو محل الادوات المكتبية. اهو. تمام? هنكتب عنده نومبر وان. عايز توصل كده اوصل. مفيش مشكلة. بس احنا بنحب نكتب الارقام ليه? عشان الدنيا ما تخشش في بعضيها. ما عملسي بقى خطوط والخط ده يدخل في ده? لا. تمام? طيب بعد كده الورق الملونة اهي. نومبر ثو. نومبر ثري. الورق الملون اهو. طيب بعد كده همس عندنا توصيل. بيقول ار ده سؤال. يبقى هنختار الاخرها. على ما تستفهم. متى بتاعنا مشوف كده? صح كده. تمام? احنا واخدين بعد الار دير بنجيب اني وبعدين حاجة جمع. طيب هنا بقى there are. there aren't ولا black pens? لا. ده جملة. يبقى نجيب وراه حاجة جمع يبقى black pens. طيب. هنا بقى عايزين نرتب. هنبدأ ب they. with a بتحب الار. يبقى they are. وبعدين at the stationery shop. زي ما احنا حافزنها. at the stationery shop. خلاص? شايف المس يسايفة مسافة بين كل كلمة وكلمة ازاي? عشان يبقى خطة جميل. طيب بعد كده هنعمل سؤال. طبعا السؤال ده احنا اخدناه واتدربنا على كتير. هنبدأ ب R. وبعد كده هناخد there or there. وبعدين any. وبعدين plural noun. اسم جمع. فهيكون عندي هنا. خلاص. بس كده. اهو. طيب. ننجل الصفحة ايه اللي جنبها? برضو هنا عندي توصيل. اه مش توصيل. هنعمل دايرة على الشكل. سونا بس بعد الكاميرا. اهو كده واضحة معنا. عندين هنا بعجز الشونط. فين شكل الشونط اهامس. يبقى عمل عليها دايرة. طيب اللي هي الكوروريس او الكشاكيل. اهام. طيب بعد كده اللي هو المقص. اهو. تمام? طيب تعالوا بقى هنا نشوف. بيقول هنا نوت بوكس ولا لا دي قال حسبة. يبقى عملات حسبة نعمل عندها صح. طبعا هنا اللي هي فراشد تلوين. نيجي اللي بعد كده بيقول هنا there any bags. طبعا there بيجاب لها is او are. اللي حدد لي الكلمة اللي بعدها. اللي هي اخر كلمة bags هنا جمع. فنروح باخدين are. طيب no there. no بنحط معاها على طول not. تمام? سواء معني is او are. a stationery shop sales fruit ولا school items. محلي ادوات المكتبية بيبيع فاكهة ولا ادوات المدرسة. لا يا مس ادوات المدرسة. school items. there are blue book ولا books. دا انا عندي هنا or جمع. يبقى نختار الحاجة الجمع. it is a red. عندك هنا is مفرد. يبقى هنا pin. الم واحد. بعد كده عندنا بيقول yes. او no there are. طبعا هنا ما عنديش not. يبقى على طول هنجوب yes. there are blue bag ولا bags. هنا طبعا عندي or. فهناخد الحاجة الجمع. وبعدين دا بقى copy هتكتب بنفس الجملة كده هتكتبها تحت بس تسيب منسفة بين كل كلمة وكلمة. تمام? دي تمرين الدرس الاول. الدرس الثاني كان بيتكلم على numbers. الاركم. هنبدأ نحل علي. عندنا صفحة 51. 51. هنا بيقول اي? هتوصل. my grandpa is 60. جدي عنده 60. اهي. خلاص. طيب. I live in number 56. انا عيش في رقم كام? 56. اهي. number two. he is number 20 in his team. هو رقم 20 في الفريق. يبقى دا three. طيب بصوا بقى للرقم دا. هو الرقم دا 75 ولا 57. احنا بنشوف الرقم هنا خمسين. يبقى 50. والسبعة 7 يبقى 57. طيب دا 40 ولا 50? لا يمس 40. طيب تعالوا بقى نبدأ الترتيب I. انا. وبعدين الفعل اهو live. I live in. وبعدين number. انا اعيش في رقم. وتكتب الرقم اللي هو 67. هنا بقى هنبدأ سؤال R. وبعدين there. وبعدين any. وبعدين cheers. خلاص كده. طيب. هنبدأ بقى الكلمة اللي تعتقدها خط. my grandpa جدي. هو عشان مفرد فنروح واخدين الاز وبعدين نقول الرقم. هو عنده سبعة وخمسين سنة. اه خمسة وسبعين. معليش. هنا بقى هتبدأ تكتب الارقم. اول حاجة عندنا المية طيب التلاتين وهنا خمسة وخمسين يبقى نكتب الخمسين مشارطة ونكتب فايف. وهنا خلاص بس كده. طيب نشوف الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها جزء الكتابة هتبدأ انت تكتبه. طيب بعد كده عندنا الجزء التاني من الدرس التاني. برضو عندنا جزء كتابة هنا على الكلمات اللي احنا اخذناها هو النقود ومش عارفة وايه. هنبدأ بقى انحنا كتبت على الدرس التاني كله. هنا بيقول احنا قلنا لما هنلاقي كلمة يبقى احنا محتاجينها جدا جدا جدا. ما نقدرش نعيش من غيرها. هيبقى طبعا هنختار نتسود. لكن الحاجة اللي انا عادي ممكن نعيش من غيرها عادي. فهنا طايز ولا سويتس. هنا صورة ايه? العيب تبقى طايز. طيب. how much are the shoes and the pants please? بيقوله كام سعر الشوز ده? والpants. قاله ذات. وبعدين هتبدأ تجمع لاركم دي. هنا في 40 plus 35. 40 زائد 35. يبقى هيسوي كام ياولاد? يبقى 75. يبقى نقوله ذات 75 pounds please. تمام? طيب. بعد كده هنا بيقول ايه? we need a to live in it. بيقول احنا عايزين حاجة عشان نلف يعني يعيش. يبقى هنختار طبعا الهاوس المنزل. طيب بعد كده بيقول money is very not useful ولا useful in our world. طبعا الفلوس هتكون useful. حاجة مفيدة. how many ولا how much children are there? children هنا اسم جامع. فالحاجة الجامع بنجيب معها money. لكن لو بيستقل على السعر او الكمية بنقول how much. طيب. the pound is the currency or the people of ايجيبت. بيقول لي هنا الجنيه هو ايه? currency طبعا العملة بتاع مصر. طيب. when or how much are the shoes? هنا طبعا هنقول how much? كم السعر? وقال له that's 40 pounds. طيب. تعالوا بقى نشوف هنا ام الحروف النقصة. عندنا 70. هنا currency. وبعدين 20. وهنا sweets. خلاص بس كده. الصفحة ايه اللي جنبها? عندنا هنا كلمات هنختارها في الصورتين دول. هنا بيقول لي how much are the please? ده صورة ايه? flower ولا shoes ولا skirts? لا يا باس طبعا skirts. يبقى اكتبها له هنا. طيب بعد كده how much are the? طبعا ده shoes مش flower. يبقى هنختار هنا shoes. طيب عندنا بقى صورة اوتوبيس والاوتوبيس مكتوب عليه رقم 84. يبقى هنقول the bus is number يعني الاوتوبيس رقم وتكتب الرقم اللي مكتوب على الباس. تمام? طيب الشمعة هنا فيها كام one two الكيك قصدي. فيها one two three four five six seven eight. فيها تمن شمعات. يبقى هنا ممكن نقول ايه? I'm eight years old. لانه هما تمن شمعات. فنقوله I am eight. وممكن تكتبها بالارقام عادي. يعني ممكن تكتبها تمانية ما فيش مشكلة. وبعدين years old. يعني انا عندي ثمان سنين. اوكي? طيب هنا بقى جايب قطعة. واحنا القطعة اتعلمنا ازاي نحلها في الوحدة السبعة. هنا بيقول we need toys. هل احنا محتاجين اوي اوي الالعاب ما نقدرش نعاش من غيرها? طيب تعالوا نشوف هنا بيقول ايه? هنا بيقول things we need like food clothes and house. احنا في حاجات محتاجينها زي الطعام والملابس والمنازل. هل الالعاب فيهم? لا. يبقى هنا الجملة ايه? غلط. الفلوس مش مفيدة. بص هنا بيقولك الفلوس مفيدة جدا. يبقى برضو الجملة دي غلط. طيب. الناس محتاجة الفود اللي هو الطعام والمنازل. طبعا هم مكتوبة. يبقى طبعا هنا صح. هنا بقى بنكتوات. بنعمل ايه في بنكتوات? بيقولك هنا هتبدأ باقي الحرف الاول تمام? وتنزل باقي كله زي ما هو. وفي الاخر هنحط لاني بدأ بهاو. بدأت استفهام. خلاص? واي حاجة بدأ ومعانا الكان ومعانا الاز ومعانا الار. خلاص? دول كلهم اول ما تشوفهم هتحط في الاخر علامة استفهام. اي حاجة تاني يبقى في الستاب. بيقولك طبعا هنا بدأ بها. هتبدأ باول حرف وفي الاخر هنحط في الستاب لاني دي جملة. تمام? لا بدأ بهاو. ولا في حاجة فيها ولا كان ولا از ولا ار. يبقى نحط في الستاب. تمام جديد يا سنة تانية? يريد تكتبه دول وتبقوا حفظ نوم ومعهم هاو. طيب تعالوا بقى نروح للدرس التالت. والدرس التالت كان ساونس الاصوات اللي هو صوت الاي. اه اللي هو الاو واي. وصوت الاي اللي هو الاو. نيجي بقى للدرس التالت وكان صوت الاصوات اللي هو صوت الاي. اه ممكن يدينا حرفين الاي والاو والاي. تمام? طيب. طيب تعالوا هنشوف هنا بيقول ايه? هنا عندنا عملة كاين. اي. يبقى او. اي. لكن الاي اللي هو الاو واي. واحنا شرحنا الكلام ده. هنا واينت. او. نسينا نعمل السرشكو. او اي. اي او اي. طيب بعد كده باي. او واي. خلاص كده يا ولان. طيب. الصفحة التانية برضو جزء الكتابة هتنزل انت بالكلمات دي. تعالوا روح للاكتيف ديز على طول. عندنا هنا ميس ان ساوند. عندنا صوت مقص. هنا بيقول باينت. اي. اهو? اي. اي. طي. اي. اي. هي اواي. اواي. باي او واي. كان. او اي. تمام? طيب. طلع بقى الاوود كاند. اللي هو الصوت المختلف. بوت. توي. بوي. توي. بوي. زي بعض. لكن بوت هي المختلفة. في بعض. لكن بوت هي المختلفة تبعى اي. طيب تعالوا نشوف هنا بيقول ايه. التانية هل في عملة في ال ايه? ا او يو ايصويل ولا boy لا طبعا هنا soil اللي هي الطربة الزراعية طيب الولد مع العبا يبقى ولدي يعني boy طيب تعالوا بقى نرتب الكلمات دي عندنا زيت يعني oil طيب طربة يعني soil وعملة coin وبعد كده ولدي يعني boy تمام طيب هنا بقى soil ولا oil لا يمنى soil Toy ولا coin لا coin تمام طيب الدرس الرابع بقى كان بيتكلم على جزء اللي هو المادة الخام وده شرحناه برده هنبدأ على طول ناحل عندنا هنا الدرس الرابع بيقول هنا هنعمل circle بيقول a box is made of plastic ولا paper طبعا معمول من الورق مصنوع من الورق a bottle is made of paper or plastic لأ هنختار plastic طيب بعد كده a bag is made of plastic فين بقى الباق اهي طيب بعد كده a pan is made of metal ال pan اللي هي الطوسة اهي مصنوع من المعدن طيب تحلو بقى كل اللي قيدة choose اختياره number one a is made of glass مصنوع من الازاز يبقى كده ال window طيب a queen is made of paper ولا metal العملة مصنوع من المتل اللي هو المعدن a bag is made of الشنطة مصنوع منين اكيد plastic a is made of paper مصنوع من الورق يبقى البوك a is made of paper برضو حاجة مصنوع من الورق يبقى البال اللي هي العملات الورقية زي العشرة جنيه والمية والخمسين وهكذا طيب a is made of metal حاجة مصنوع من المعدن sharpener ولا glass طبعا هنا sharpener a notebook is made طبعا made of a is made of metal حاجة مصنوع من المعدن يبقى بخاط a notebook is made of النوتبوك مصنوع منين من الpaper ruler is made ولا make لا made مصنوع من تمام طيب الصفحة اللي جنبها هنعمل choose metal ولا plastic طبعا ده metal plastic ولا metal plastic تعالوا بايا نرتب الكلمات عندنا الازاز او الكباية الازاز اسمها glass و الورق paper وبعد كده المعدن اسمه metal تمام تعالوا روح للسؤال اللي بعده سؤال الترتيب عندنا a book is made of و بعدين paper تمام طيب بعد كده عندنا a window a window برضو عشان المفرد ياخد is و بعدين made of glass لازم تبعالف ترتيب الجملة يا سنة تانية تمام لازم تمشو ترتيب معين هنا a can ال 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 can عشان هي مفرد وبعدين هنقول made of دي كلمة اللازم يجو مع بعض وبعدين بنجيب المادة الخام اخر حاجة طيب اي باك برضو مفرد نجيب is وبعد كده مصنوع من made of وبعدين plastic خلاص وفي الاخر copy هتكتب ده بخط جميل تمام طيب نروح بقى مع بعض على ام تحنات على الوحدة التمنى كلها هنا طبعا من جزء test your skull هنبدأ نقرأ ونشوف عندنا هنا نيد يعني يحتاج not useful مش ضروري او مش مفيد ويصفل مفيد بيقول we use money to buy things احنا محتاجين الفلوس عشان نشتري الاشياء money is very الفلوس ايه بقى very useful حاجة مفيدة جدا in our world فعلمنا انه نجيب في مصر people use money to buy things they في مصر احنا بنشتري الحاجات اللي احنا ايه need ولا not useful لا need الحاجات اللي احنا محتاجينها تمام طيب تعالوا نرتب كده هنا هنبدأ this with this بتحب وراه as وبعدين my وبعدين classroom خلاص طيب بعد كده there are بعدين العد seven وبعدين الاسم الجامعة chairs هنا بقى there or bags خلاص هنا بيقول لك الخطوة اللي بعد كده هتعمل punctuation بقصت كده معي طبعا هنا بدأ there يبقى في الاخر هنحط فلسطاب تمام لانه لو بدأ بال هنا كنا هنحط زي ما تعلمنا هنا بقى الجملة او الصورة دي عايزك تعمل ايه تعمل عليها جمل من ست لتمن كلمات فاحنا هنعمل جملتين هنا ممكن نقول ايه ممكن نقول الجملة دي مثلا ده الفصل بتاعي او ممكن نقول ونعد الشنط تمام ممكن نعد الاطفال في حاجة كتيرة ممكن نكتبها فممكن تقول مسلا عندنا كان فهنقول ادي جملة الجملة التانية ممكن نكتب ايه اي لايك ماي او اللي تنين صح اي لايك او اي لايك بحب المدرسة بتاعتي او المدرس بتاعي ممكن نقول خلاص في كذا جملة ممكن نكتبها في الصورة الجملة دي تمام طيب تعالوا نحل امتحان على الوحدة التامنة هنا عندنا في صوت نقص طيب اي بواي اي طيب صايل او اي تعالى نرتب هنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط وات وبعدين ايز وبعدين اي ستيشنيري شاب يعني ايه هو ما حل الادوات الاي اللي المكتبية بعد كده اي وانت اي طاي ونحط نقطة اي كان ايز ميب او ميتاو بعد كده هنشتري الاشياء بالاي يبقى كدب المني yes there ناخد or عشان or انت بتيجي مع no money is useful الفلوس حاجة مفيدة الكروسة تمام نيجي للصفحة الاخيرة معنا هنا عندنا قطعة بيقول the pound is the currency of egypt صح كده the pound is our money or currency in egypt صح برضو طيب things we need our sweets الحاجات اللي احنا محتاجينها هي الحلوة طيب بص كده things we need like clothes food houses يبقى دي غلط طيب things we want our ties الحاجات اللي احنا يعني ممكن نستغنع عنها اللي هي الالعاب بص كده things we want like sweets and ties يبقى كده الجملة صحيحة هنا بقى بيقول ايه اكتب اللي ارتب بالكلمة عندنا جنيه يعني pound 40 40 الطربة soil وعملة معدنية coin تمام طيب تعالوا نجاوب على السؤال هل في اي اقلام جاف no ومع ليس ونعكس اول كلمتين يبقى هنخليها are there are بس مع النوع هنحط not ونحط full stop are there any chairs هل في اي كراسي yes ونعكس اول كلمتين وخلاص على كده yes there are وفي الاخر هتكتب الجملة الجميلة دي او الصورة الجميل ده بخط جميل هنا بين السطرين تمام كده سنة تانية كده نبقى خلصنا كتكتل حلوين الوحدة التامنة حل وكمان شرح ان شاء الله بقى الفيديو الجاي هيبقى حل الوحدة التسعة بإذن الرحمن اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته